اهلا بكم بهذا الحراك الشعبي الشبابي في معظمه إلا أنه تفجر ثانية فيما سميت بالمحافظات المنتفضة نهاية العام 2012 إبان حكم المالكي الذي سحقه بالدبابات ثم انطلق في العام الماضي في البصرة وبقية مدن الجنوب ولم يتوقف وإن كان بوتيرة أقل الدور الجماهيري في التغيير في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية هل بات الحراك الشعبي هو المعول عليه فقط في المضي بمشروع التغيير الشامل في العراق؟ وهل يملك الحراك الشعبي أدواتي ومقومات النجاح في الوصول إلى هدف التغيير الحقيقي والجدي وإيقاف الانحطاط العام في البلد؟ وهل تشعر السلطة وميليشياتها وفرق موتها بالقلق والخوف من التظاهرات الشعبية التي تتفجر بين الفينة والأخرى في مدن مختلفة من العراق؟ ولماذا لم تستطع هذه الحراكات الشعبية برغم تعددها وعنفوانها في بعض مراحلها الزمنية من بلورة قيادة واحدة مجمع عليها من المتظاهرين ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني نظير القندوري سقط نظام زين العابدين بن علي في تونس وحسن مبارك في مصر فتفجرت في العراق شرارة ثورة كادت أن تعم كافة البلاد لولا القمع الأمني وغياب الإرادة الدولية الداعمة كان ذلك في الخامس والعشرين من شهر شباط عام 2011 حينما احتشد الآلاف في ساحة التحرير وسط بغداد رافعين شعارات مطالبة بالإصلاح وتوفير الخدمات ما لبثت أن تطورت إلى مطالب صريحة بمحاكمة المجرمين والفاسدين والتنديد بحكومة المحاصصة الطائفية خمس وخمسون نقطة ما بين مدينة وقضاء ونحية شملتها التظاهرات في أغلب محافظات العراق حصر المتظاهرون للمقارة الحكومية وأزاح الكتل الكونكريتية التي أغلقت جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء حكومة المالكي أنذاك أعلنت الاستنفار الكامل وأطلقت يد القوات الأمنية لتنكن بالمتظاهرين عن طريق استخدام الرصاص الحي والاعتقالات والتهديد مستغلة التعامل الدولي عما يحدث وبالقوة أخمدت تلك التظاهرات إلا أن جمر الاحتقان الشعبي ظل تحت الرماد فما بين حين وآخر تخرج تظاهرات متفرقة حتى بدأت مرحلة الانتفاضة الكبرى في المحافظات التي استطلح على تسميتها بالمنتفضة فشكلت انعطافة مهمة في شكل التظاهرات وطبيعتها ولم تتمكن الحكومة من إخمادها إلا باستغلال مرحلة المعارك مع تنظيم الدولة لتدمير تلك المحافظات وتشريد أهلها انحدار العراق إلى منزلقات فساد وانهياراً اقتصادي خطيرة أشعل مؤخراً الانتفاضة الشعبية في جنوب ووسط العراق عام 2018 وكالعادة قبل الغضب الشعبي بقمع مفرط اشتركت به ميليشيات الحجد بأوامر إيرانية غضب شعبي ضد العملية السياسية برمتها يقمع في مكان ليشتعل في مكان آخر لكن علة ذلك الغضب أنه بلا تنسيق شعبي وقيادة موحدة رغم توفر كل الأسباب ووجود كل الدوافع لتحقيق ذلك أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في دور الجماهير في التغيير في العراق طبعاً في ظلال الذكرى الثامنة لثورة 25 شباط التي انطلقت في أكثر من 55 مدينة بهذه المناسبة هذه الحلقة تبث أضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلان في هيئة علماء المسلمين ومعنا أيضاً الأستاذ نظير القندوري الكاتب الباحث السياسي مرحباً بالضيوف الكرام جميعاً لو بدنا مع دكتور رافع الفلاح دكتور يعني بعد يومين ستحل الذكرى الثمانية لثورة 25 شباط التي انطلقت بالتوازي مع ما سمي بالربيع العربي في العراق خرجت في أكثر من 55 مدينة قمعت أيضاً وبطش بهذا الحراك الذي لم يتوقف لكن هذه المحطة كانت ربما متفردة أو متميزة في عراق ما بعد عام 2003 لماذا هذا التميز؟ لماذا هي علامة فارقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم سأل ماجد عموماً ما دمنا نتحدث عن التغيير لا بدنا نقول أنه التغيير الانتقال من حال إلى حال من حال اجتماعي إلى حال اجتماعي آخر حال سياسي إلى حال سياسي آخر والتغيير ربما يحدث بسبب مثل يعني إذا كنا نتحدث عن العراق أما بسبب احتلال مثل ما حصل العراق وكان لابد من مواجهة هذا التغيير القسري بقوى شعبية مقاومة مقاومة شعبية وهذا ما حصل بالعراق أو بسبب حالة داخلية بسبب نظام داخلي طبعاً في كل الأحوال عندما تكون هناك نظام لا يعبر عن إرادة أفراد المجتمع التغيير أكون مطلوباً فبالتالي كان لدينا في العراق احتلال هناك مقاومة شعبية لهذا الاحتلال لعادة العراق إلى ما كان عليه عادة كرامته وعزة البلد وثرواته صيانة ثرواته كانت بهذا الشكل وكان هناك نظام أيضاً شكل نظام في إثر الاحتلال أو تحت مضلة الاحتلال نظام فاسد طائفي خرب البلد فبالتالي ظروف التغيير أيضاً كانت حتمية لدينا نحن كانت حالة مركبة احتلال ونظام فاسد نظام طائفي فالقضية كانت مركبة من عام 2003 لغاية 2011 التظاهرات التي نتحدث عنها والتي تحل ذكراها بعد يومين مثلما حضرتك أشرت 25 شباط 2011 كانت التظاهرات أهل العراق خلال هذه السنوات الأثمانية التي سبقت هذا التاريخ لم يكنوا في مرحلة سكون أو استسلام كانت هناك مقاومة مقاومة مصلحة قاوموا يعني أكبر قوى الدنيا قدرة اقتصادية وعسكرية وتسليحية قاوموها واستطاعوا أن يكبدوها خسائر كبيرة جداً جداً حتى في مسألة التظاهرات دكتور في الأيام الأولى من الاحتلال كانت هناك تظاهرات كبيرة في مدينة الفلوجة نعم ظهرت التظاهرات في أماكن أخرى أيضاً الشعب العراقي لم يستكن الحقيقة لم يستسلم لهذا الوضع الغير طبيعي الوضع الشاذ فبالتالي وصولاً إلى 2011 كانت الصورة قد توضحت بشكل جلي بالنسبة لغالبية الشعب العراقي أن هذا النظام والاحتلال قوتي مركبة تدعم بعضهما لإنهاك البلد فلابد من فعل فعل شعبي كرد فعل لما يحصل في البلاد ما يحصل في البلاد هو فساد خراب طائفية تدمير تهجير كذب ادعاءات خراب بالبلد إلى أبعد الحدود ضياع كل الخدمات ضياع فرص الحياة قفل الحاضر والمستقبل هذا كل شعر بالمواطن العراقي فخرج فيهم 25 شباط بإرادة وطنية لا يمكن أن يكون هناك قوى قد حركت هذا سوى الاضطهاد سوى شعور المواطن بالذات شعوره الذاتي أنه أمام تحدي تحدي في الحياة فخرجت لذلك عدد المتظاهرين الذين خرجوا وخرجوا في 55 مدينة عراقية مثلما حضرتك لم تبقى يمقرب ربما محافظة واحدة لم تخرج فيها تظاهرة ضد هذا النظام ووصلت الحالة إلى أن كل العراقي تظاهر في وقتها كما أتذكر المالكي يخاطب الطلبان يقول له أن هؤلاء قد خرجوا ضد العملية السياسية قد شخصه بدقة شخص هذه القضية همهم الكبير هذه العملية السياسية هذه المحاصصة هذه التركيبة الشاذة التي تنهك العراق التي أوصلت العراق إلى هذه إذن هؤلاء الذين خرجوا لإسقاط العملية السياسية قال له بالحرف الواحد أن هؤلاء قد خرجوا لإسقاط العملية السياسية لذلك علينا أن ندافع العملية السياسية بكل ما أتينا من قوة واستعانوا بالمحتل الأمريكي واستعانوا بكل القوى الأمنية كل قوى البطش كل قوى الميليشيات لمواجهة هذه التظاهرات ولو نذكر أنه قبل التظاهرات صدرت فتاوى وصدرت توجيهات من حكومة المالكي تتهم المتظاهرين من البداية حتى قبل أن يخرجوا مع أن الفساد قد أغرقت فيه البلاد فتاوى في داخل عراق وفتاوى أيضا من إيران نعم فتاوى أنه هذه التظاهرات محرمة هذا نظام ديمقراطي لا تخرجون عليه هذه ستعيدنا إلى المربع الأول ستعيد الفوضى هذه مدفوعة من إرهابيين هذه مدفوعة من بعثيين هذه مدفوعة من نظام سابق هكذا كانوا يتحدثون مع الناس وحاولوا يضغطون بكل الطرق حتى أنه على أرض الواقع قطعوا الطرق قطعوا الطرق لكي لا يتحرك جموع المتظاهرين والطرق والاتصالات كلها قطعات لكن مع ذلك الشعب خرج عن بكرة يبيه مثل ما يقال خرج للتعبير عن شعار واحد أن هذا النظام الموجود في العراق لا يمثل إرادة المجتمع العراقي لا يمثله بتاته لذلك يجب إزالته وكانوا يعرفون أن إزالة هذا النظام هي إزالة العملية السياسية بكل ما تحمله من شذوذ بكل ما تحمله من محاصصة طائفية وإثنية ولكل ما جاءت به من خراب لذلك كانت هذه التظاهرات متميزة في وضوح الهدف في الذهاب إلى الهدف مباشرة على ذكر أشكرك دكتور على ذكر وضوح الهدف ذكر دكتور عبد الحميد العاني أن الصورة في عام 2011 في 25 شباط بدأت تتضح يعني كانت أكثر وضوحا الآن في 2019 يبدو الصورة أكثر وضوحا مما كان عليه في 25 شباط يعني الآن دكتور ثمت قناعة عند الحالمين أو الساعين أو الطامحين للتغيير في العراق وتدارك ما يمكن تدارك ما تبقى من حطام الموجود الآن في البلد هل الرهان فقط أصبح على الحراك الشعبي في إحداث التغيير في إنقاذ البلد في انتشاله من هذه الهوة السحيقة التي وضع فيها الاحتلال وعمليته السياسية والسؤال الحقيقة الأكبر هل هذا الحراك الذي يتفجر بين الفترة وآخرى يملك الحظوظ في التغيير فعلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية نستذكر تلك الثورة الشعبية المميزة يعني لابد هنا أنه نقول أنها هي حلقة ضمن سلسلة طويلة من الرفض الشعبي لهذه العملية السياسية ولمشروع الأمريكي مشروع الاحتلال وجميع من جاء معه ودائما مفتاح الحل هو الشعب الشعب هو الذي يغير وبيده التغيير أما المراهنة على التغيير الخارج الذي هو أن يأتي احتلال آخر للتغيير فقد عانى الشعب العراقي معانى من الاحتلال الأول والاحتلال الثاني أمريكيا وإيران دمرت العراق ولا يمكن للأجنبي حتى لو أعلن ما أعلن من إرادته للتغيير وجلب المصالح أو كما أعلنت أمريكا الديمقراطية وغيرها فهو يبحث عن مصلحته أولا وأخيرا ولن يعطي الشعب إلا النزر القليل بما يخدم أيضا مصلحة هذا الأجنبي أما أيضا المراهنة الثانية على الإصلاح من داخل العملية السياسية كما سمعناه أيضا في فترات سابقة طيلة المدة الماضية بالدعاءات قسم عديد من الناس والأحزاب والشخصيات وغيرها فقد أثبتت هذه السنوات سنوات الاحتلال أدم جدوى مثل هذا الإصلاح لأنه لا توجد أي أرضية لمثل هذا الأصلاح لأنه القضية قضية أسس العملية السياسية مبنية على أسس باطلة والفساد والمآسي التي حلت بالشعب العراقي هي لم تكن نتيجة سوء إدارة أو سوء استخدام أو تصرف من قبل هؤلاء الساسة والذين في مارسوا هذه العملية السياسية فالسبب الأساسي للمآسي لما حل بنا هي الأسس فإذا كانت الأسس فاسدة فإذا لا يؤمل منها الإصلاح وإنما يكون التغيير لهذه العملية إذن بقي المسار الأول وهو الرهان على الشعب الذي هو بيده التغيير والتغيير طبعا ليس له صورة واحدة تغيير أو إرادة الشعب أن يغير له أكثر من صور أقلها أو أبسط تلك المظاهر التي هي من حق الشعوب الذي هو حق التظاهر الذي بالمناسبة كفله الدستور الحالي وكفلته الديمقراطية التي جاءت بها أمريكا لكن كما تعودنا من أمريكا ومن أدواتها في العملية السياسية أنه الشعارات لديهم شيء والممارسة شيء آخر ازدواجية المعايير ازدواجية التصرفات فكان هناك شعار بالحرية وحقوق الشعب وغير ذلك لكن الممارسة على أرض الواقع كما ذكرتم وأشرتم هو إبادة هذه التظاهرات ومما فيها تظاهرات 25 شباط وما قبلها وما بعدها وإلى اليوم يستمر هذه الأهمات بذات المنهج وهو القم لهذا الشعب نعم سيد نظير واضح حتى من أحاديث الضيوف هنا أنه ثم التعويل ومراهنة على البعد الشعبي على القوى الشعبية الشبابية في عملية التغيير في العراق بعد تعذر عملية التغيير من داخل العملية السياسية وأيضا العامل الخارجي مصرع العملية السياسية وعلى هذا المشروع هل تعتقد أن هذه مهمة ثقيلة جدا على حراك شبابي وربما مستحيلة أن يتصدى لهذه القضية أن يواجه مشروع مدعوم مدجج بالأسلحة والميليشيات وفرق الموت في الداخل وأيضا حالة انقسام المجتمعي ومدعوم من الخارج عربيا وإيرانيا ودوليا مهمة ثقيلة ومستحيلة يعني فقط أنا أريد أن ننبه على شيء أنه الآن نحن نجتمع على ذكرى لانتفاضة وخروج الناس للاحتجاج على ما يحدث في العراق في وقت معين ومحدد اللي هو ثمانية شباط عام 2011 25 شباط عفوا 25 لماذا؟ لأن هذه الخروج كان يتميز بشيء مختلف نحن نعلم أن من 2003 ولحد الآن لم يستكين الشعب العراقي ولم يتوانى عن الخروج في كل مناسبة للتعبير عن رفضه لما يحدث في العراق وهذا طبعا رد على المثبتين والذين يقولون بأن الشعب العراقي ساكت عن الفجور الذي يحدث والفساد الذي يحدث في بلده الشعب العراقي لم يسكت على الهوانا الذي يعيشه ولم يسكت على الاحتلال ولم يسكت عن هذه المنظومة الفاسدة لكن ما يميز هذه الانتفاضة أنها كانت تضم العامل والفلاح الغني والفقير المثقف والإنسان العادي كلهم خرجوا وبشعارات لا طائفية ولم ترفع راية سوى راية البلد راية العراق هذا يدلل على أن هناك إرادة حقيقية للشعب العراقي برفع اسم العراق وكذلك رفض للمحاصص الطائفية والحزبية التي جاءت ما بعد 2003 أما عن سؤالك أن هل الشعب العراقي هو قادر على تغيير كل هذا الفساد الذي حدث بعد 2003 والذي هو مدعوم من دول إقليمية ودول عالمية على أبقاء هذه الحالة دون تغيير بل أن التغيير يزداد نحو الأسوأ أنا أقول لك أن الشعب العراقي يكاد يكون أكثر من 60% هو من فئة الشباب وعلى أكتاف الشباب ينبني أي تغيير ولدينا أمثلة عديدة بالعالم عن كيف دول قد تغيرت حالها من حال سيء إلى حال أفضل عن طريق ثورات الشباب يعني الذي حدث في روسيا في بداية القرن الماضي ما حدث في ثورات فرنسا ثورات الطلابية التي حدثت فيها وصول إلى الربيع العربي إلى أن وصلت إلى بلدان الربيع العربي صحيح أن الثورة المضادة قد أجهضت كثير من تلك الثورات ولكن الشعب استطاع إسقاط حكام استطاع تغيير حكومات والشعب العراقي ليس استثناء من هذا الشيء هو قادر على هذا التغيير لكن هناك أيضا دعوات أيضا ربما نقول عنها مشبوهة أو أنها تعطي الأمل بشيء غير حقيقي بأن التغيير لما يحدث في العراق ربما سيكون من الخارج ربما أمريكا ستغير رأيها في العملية السياسية وتريد طرد إيران لذلك ستصنع تغيير لصالح الشعب العراقي أو لربما نراهن على أن هؤلاء الفاسدون سيدب الخلاف بينهم والنتيجة والعاقبة ستكون خير للشعب العراقي هذه أظنها هي من الأحلام والأماني الشعب العراقي يجب أن يكون هو المبادر في التغيير وهذا الحال السيء سوف يستمر إلى ما ربما لا نعلم إلى أي مدى إذا لم يتحرك الشباب العراقي للتغيير الرهان الآن على الشعب العراقي الرهان على الانتفاضة لهؤلاء الشباب لكن شيء فقط أريد أن أذكر بأن الانتفاضات غالبا من 2003 ولحد الآن لم تستطيع في التحقيق ولو الحد الأدنى من مطالبها أشكرا وهذا السؤال أريد أن أسأل الدكتور رافع الفلاح عليه وأيضا قد أسمع من عندك التعقيب دكتور هذه التظاهرات من 2003 لم تتوقف كانت في عنيفة 25 إشباط كانت عارمة في المحافظات الست أيضا كانت مليونية الآن في البصر تظاهرات كانت عنيفة جدا جوبهت أيضا بالبطش والرصات لكن هذه التظاهرات بالرغم من تعددها واتساعها وعنفوانها وانطلاقها وأنها قد تهدأ لكنها لم تحقق أي من أهدافها كل الأهداف التي دعت أو رفعت من أجلها أو خرجت من أجلها لم يتحقق منها شيء لا السلطة رضخت لهذه المطالب وهذه التظاهرات لم تستطع أن تجبر السلطة أو تقنعها بتحقيق هذه الهداف أولا ربما كلامك يذكرني بكلام واحد من الكتاب المسرحيين المعروفين في العالم بركت هذا الألماني يقول أن الصراع مع الفساد هو نضال لا ينتهي طريق طويل التغيير لا يمكن النظر إليه كخط بيان متصاعد دائما قد يبدو هكذا لكن هو في بعض الحالات يمضي إلى الأمام في بعض الحالات يتراجع في بعض الحالات ينتكس فقضية التغيير تقدم وتراجع فيها الكثير من الأمور التي تؤثر عليها هذا ما يحصل في العراق العراق ليست استثناء حاله وحال كل الشعوب أنت تقرأ في التاريخ قراءة التاريخ المتأنية تعطيك قدرة على تقدم لك معيار معيار للتقييم هذه قيمة قراءة التاريخ يعطيك معيار للتقييم لكي تعرف ماذا حصل في الماضي وما الذي يمكن أن يحصل في الحاضر والمستقبل كيف يمكن مواجهة الأخطاء فبالتالي أنت بقراءتك لهذه لمجمل ما حدث في العراق من تظاهرات وصولا إلى 25 شباط وما بعدها وصولا إلى اليوم ستجد أن هذه المحطات كثيرة وبالعودة إلى محطات حتى قبل هذا في تاريخ شعب العراق ستجد أن هناك تظاهرات هناك مطالب للتغيير هناك الشعب خرجه ما الذي حققه كيف كان ما هو المعيار لكي تقارن بين الماضي والحاضر وما هي الدروس التي تستفيد منها الوصول إلى هدفك الفساد قوي نعم هناك سلطة هناك قوى متحكمة هناك سلاح هناك دعم هذا كله لا يمنع أي شعب من الخروج للمطالبة بحياته بالعكس ربما هذه هذه القوى الموجودة هي التي تساعد وتدفع الشعب للخروج بالعكس وربما تسرع في حالة التغيير وحالة الخروج ضد هذه السلطة الموجودة بهذا الشكل ما حدث في كل هذه السنوات ربما البعض لا يمكن أن يجمل هل هو لا تستطيع أن تضع الآن لائحة وتقول لي خسرنا كذا وربحنا كذا من هذه التظاهرات بالمجمل العام أنت ربحت لأنه مع مضي الوقت أنت تحتاج أمام حدث كبير وحدث جلل كبير مثل الاحتلال الذي حصل للعراق مثل الحالة الكارثية التي حصلت للعراق تواجهها بحالة أخرى كبيرة يجب أن تقضي عليها هذه الحالة ليست سهلة يعني ليست سهلة أن تحشت شعبا كاملا ضد قوى خارجية وداخلية اجتمعت لضغط على هذا لقمع هذا الشعب لسلب ثرواته هذه عملية ليست سهلة لكن مع ذلك بس دكتور أنه في بعض المراحل في بعض المحطات الزمنية بفعل شحن طائفي بفعل مشروع التلال كان هناك انقساما مجتمعيا المجتمع كان منقسما على ذاته أيضا نعم وهذا ما يصعب هذا جزء من عنده الجزء من عنده الجزء من الشعبية ومهمته نعم إضافة إلى هذا جزء حتى من مثقفين شعب من الداخل البعض من عندهم أنت أمام فئات في الشعب فئة مشاركة في التغيير تريد أن تشارك بكتور تسمح لي أن نكمل الحديث لأن المضطرين ناخذ فاصل إذا المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار عن الدور الجماهيري في معادلة التغيير خاصة طبعا في العراق ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحلقة التي تبحث في دور الجماهير في معادلة التغيير في العراق ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني والأستاذ نظير القندوري دكتور استكمال اللي ما بدأت به قبل فاصل فضل نحن لدينا يعني فئات يعني متعددة بالنظر إلى التغيير بالنظر إلى المشاركة في التغيير في مشاركة وساعية للتغيير وتعمل من أجل التغيير وتقدم تضحياتها وفي أخرى ربما يمكن أن نسميها متفرجة يعني تراقب الحالة وفي أخرى وهذه ربما تقتصر على مجموعة من المثقفين الذين هم يعني يعول عليهم المجتمع أن يكونوا صناع رأي صناع يعني قادة رأي هؤلاء الكثير من عندهم يعتقد أنه هو بتشخيص للحالة فقط هو قد حقق شيئا وهو دائم الشكوى من هذا الوضع لأنه يعرف الوضع ويشخصه بشكل ويشخص السلبيات في هذا المجتمع وما يعاني منه الناس وخلاص وهذا دوره أيضا يعني يجب أن لا ننسى أن هناك آلة قتل وبطش لا تتورع عن أي شيء نعم سأتي على هذا فأنت أمام هذه المواجهة أنت تحتاج في كل التظاهرات تحتاج إلى قيادات ثابتة على هدفه سنتحدث قافلة على هدفه عن قضية لحد الآن بالرغب من تعد التظاهرات اسمح لي أنه لماذا لم تبلور لحد الآن قيادة موحدة مجمع عليها على الرغب من التجربة الطويلة في التظاهرات لا أنا لا أريد هذه النقطة أنا أريد أن أشخص لماذا لم تحقق مثل ما يعني سئلة حضرتك لماذا لم تحقق نيلسون ماندلا 25 سنة في السجن نعم قافل على هدف واحد أن هناك إنسان واحد وصوت واحد يعني الأسود والأبيض لديهم صوت واحد قفل على هذه القضية وكل الشعب نحاز لهذا الشعار نحن كنا نحتاج في هذه التظاهرات من قبل 25 شباط لحد الآن أن يقفل الشعب على قيادات معينة لديها هدف معين ليس الهدف صلحوا للكهرباء وهذه الحفرة وجيبوا لي كيلو أنتمن وزيدوا لي المعرف منه وجيبوا لي موي صالح للشرب لا أنت أمام كارثة كبيرة أنت أمام احتلال لبلد أنت أمام مشروع احتلالي دمرك يخرب كل شيء هذه الأمور كلها تصلح عندما تزيل النظام القائم الذي المشروع القائم فأنت لديك أن تواجه هدفك المشروع هنا كانت عندنا مصيبة هنا عندنا كان خلل وحتى لو عولجت هذه التفاصيل فإن المشكلة الرئيسية ستولد تفاصيل أخرى ربما أكثر يعني مأساوية بالتأكيد بالتأكيد نعم فنحن واجهنا هذه الحالة لذلك كانت القوى الدولة القوى الميليشياوية تستطيع أن تتغلغل بهذه الاتجاهات طالبوا بالكهرباء طالبوا بالمعرف منه تساند هؤلاء وتساند هؤلاء وتشتري هذا وتقتل ذاك وتعتقل هذا استطاعت أن تفرق هذه تلتم وتفرقها تلتم وتفرقها لكن هذا لا يعني أن هذه القوى قد خسرت فقد قدمت تضحيات لكنها لم تخسر هي وضعت القاطرة على السكة مثل ما وضعوا نعم قاطرة الاحتلال ومشروع على السكة الشعب الآن وضع القاطرة على السكة يدفعها ببطو يدفعها بسرعة هذه تعتمد على قدرة الشعب والشعارات التي يرفعها في كل مرحلة وسنتحدث أيضا مع اختلاف المرحلة اختلاف عملية الوعية التعاطي مع هذا المشروع كيف ربما سيكون سيكون وقود لدفع أكثر وربما الارتقاء بهذا الحركة سيد نظير عندك أيضا ربما والله يعني إضافة لما ذكر دكتور هناك أيضا نقاط هي جعلت هناك ضعف في هذه التظاهرات وفي بلوغ أهدافها جعلها لا تحقق أهدافها منها يعني المناطقية أن كانت هذه التظاهرات هي تنطلق في مناطق محددة ولا يتم مساندتها من مناطق العراق الأخرى وهذا ما يسهل على النظام قمعها وجهزها وإدها هذا يعني رأيناه في عديد مناطق يعني كانت تظاهرات المناطق السنية أو تظاهرات الجنوب وتظاهرات البصرة بل حتى تظاهرات كردستان في السليمانية لم يكن هناك تنسيق بينها وبين الباقي يعني مناطق العراق الأمر الآخر عدم بلورة قيادات لهذا الحراك هذا مهم جدا يعني الشعب هو قوة هائلة ولكن بدون قيادة تبقى هو قوة مهدورة وغير منظمة برأيك لماذا هذا الفشل في عدم بلورة قيادة لحد درام واحدة مجمع عليها يسمع لها لا ننسى أن نحن نعيش في العراق في بلد بوليسي في بلد معسكر يعني من قبل احتلال موجود إضافة إلى ميليشيات عديدة تمتلك السلاح وهذه كلها لا تصب في خدمة التظاهرات وهي بالتالي تستخدم ضد الناشطين في التظاهرات يعني وسائل القمع من اختيالات إلى اعتقالات وهذا ما رأينا ما حدث في التظاهرات يعني ساحة التحريف في بغداد وفي البصرة كيف أنه يتم اغتيال الناشطين يعني بشكل علني أو اختفاءهم قصريا وهذا مما لا يشجع على يعني ظهور قيادات لكن بوسائل التواصل الآن الحديثة يمكن أن يكون هذا القائد متواجد على وسائل التواصل الاجتماعي يقود التظاهرات بدون أن يكون له تواجد يمكن للأجزاء الأمنية رصدة والتصبيت الشيء الآخر نرى أن المتظاهرين يخرجون وبقوة ويعتقدون بأن أهدافهم ستتحقق في اليوم التالي لتلك التظاهرات وهذا الشيء غير صحيح وغير موجود أهم ما يميز التظاهرات التي تنتهي بتحقيق الأهداف هو المطاولة روح المطاولة الآن نرى نحن التظاهرات في فرنسا أصبح لها عدة أشهر تظاهرات في السودان الآن دخلت شهر الثالث والآن بدأت تجني بعض الثمار وكذلك التظاهرات التي حدثت في ساحة التحرير برغم قصر فترتها الزمنية إلا أنها هزت النظام السياسي في العراق وإستطاعت أن تخرج من ثم ديكتاتور مثل نور المالكي بأنه أعلن بأنه لن يعيد ولاية أخرى وسوف يكون له مئة يوم يتم رصد يعني إنجازات حكمتها وبالتالي أنه ممكن التظاهرات لو استمرت أيام وأسابيع وشهر طويلة لا استطاعت أن تغير الشيء الكثير الشيء الآخر أنه هو ركوب هذه التظاهرات من قبل تيارات سياسية وهذا ما حدث في 2016 عندما خرج الناس والمتظاهرين والشعب العراقي من أجل إزالة هذا الفساد والتظاهر ضد النظام السياسي الفاسد ركب الموجة في حينها التيار الصدري وستطاع حرف أهداف هؤلاء المتظاهرين بأن يبرز نفسه كتيار سياسي له وزن ويستعمل هذا الوزن خلال صراعة مع التيارات السياسية الأخرى وانفضت تلك التظاهرات الضخمة على لا شيء ولم يحدث أي شيء الشيء الآخر يعني يجب أن تكون المطالب تدريجية يعني لا نستطيع أنه من أول يوم للتظاهر نريد إقامة نظام ديمقراطي على أفضل ما يكون وتكون المواضع يعني مثل هكذا شعارات كبيرة التدرج في المواجهة لكن التدرج هو الذي يعني لو استطعنا أن نحصل على جزء من هذه المطالب سوف تستمر سلسلة التنازلات من قبل النظام الحاكم ونستطيع أن نصل إلى الهدف المنشود بإقامة نظام ديمقراطي يضم كل العراقيين بدون تمييز طائفي وقومي أشكرك دكتور عبد الحميد العاني على ذكر التدرج في قضية التظاهرات في المطالب عدب القفز مباشرة أو تحقيقها بين ليلة وضحاها هل تعتقد أن التظاهرات ستبقى أو هذا الحراك الشعبي سيبقى تظاهرات واعتصامات يخرج بين فترة وأخرى في الشوارع والميادين أم أنه الآن بلغ ربما من النضج من البلورة بحيث أنه قابل ليكون فعلا إلى فعل سياسي حقيقي يصل إلى الهدف الذي خرجت من أجل التظاهرات وهو التغيير في العراق أم أنه سيبقى يراوح في مكانه في الساحات والشوارع لا نحن رأينا هناك تناميا في الوعي السياسي لدى الشعب العراقي وخير مثال ذكرنا ذلك في حلقات سابقة قضية المقاطعة الكبيرة التي كانت مقاطعة مقصودة لكن هذا التنامي إلى الآن لم يصل إلى النضج والذي يصل إلى تحقيق مثل هذه الأهداف وأيضا اسمح لي هنا أعاقب على ما ذكر الأساتذة في قضية المظاهرات السابقة اللي هي بالمناسبة هي كلها عملية تراكمية يعني مثل ما ذكر الدكتور رافع قبل قليل أنه ربما لم تحقق الأهداف في تلك المرحلة لكن هي تصب في الهدف الأساسي وأنها كلها عملية تراكمية هذه إلى أن يصل إلى الدرجة أو النقطة التي تكون هناك التظاهرات أو التغيير ليس فقط التظاهرات أي شكل من أشكال الممارسة الجماهرية التي تؤدي إلى التغيير من هذه مثلا الأخطاء أو الممارسات التي كانت سابقا أيضا ما أثار أثار لها أشار لها أفوان الأستاذ النظير قبل قليل اللي هي قضية المناطقية والأهداف المحدودة وغير ذلك أيضا ركوب الموجة كما أشار ونحن نتذكر أيضا كيف سمحت في تلك الفترات لشخصيات أيضا لركوب الموجة وهم داخل العملية السياسية هؤلاء كان ضررهم على العملية التظاهرات والتغيير كبير أيضا مثلا على سبيل المثال أتذكر في الانتفاضات أو المظاهرات المحافظات الستل في وقتها سمح مثلا في وقتها لبعض الناس بالصعود يعني من أكثر ما يعاني إلى اليوم أبناء هذه المحافظات رغم استذكارهم لتلك العزة وحلحظات العزة التي شكلوها في ذلك الوقت إلى الآن الناس تنتقد ما يسمى بشيوخ المنصات لأن كان هناك بعض الأدعاء الذين استغلوا المنصات للخطابة ولغيرها للإبراز وللتعبير عن حالة من الطموح الشخصي يعني أذكر إلى الآن من غير أن نسمي كان في أحد المحافظات شاب صغير السن يعني في المفاهيم الثورية كما يسمى طفل هو حقيقة لكن آتاه الله صوتا للخطابة وغيرها في ذلك الوقت بخطابته القوية كان يظل أنه كما يعبر عنه في العراق يقول قائد قوات ديش الصفحة كان يريد أن تكون كل العراق يسير حلفه ويعتقد جاد هكذا من خلال تصرفاته والدكتور يبدو من أسباب هو الذي يقود التظاهرات ويصل إلى أهدف الذي يريده وهذه من الأسباب الأخرى أو المقابلة لعملية إخفاق الحراك الشعبي في بلوغ أهدافه أو الوصول إلى ما خطط له وقضية ليست متعلقة أيضا بآلة البطش والقمع الحكومية هذه العراق متعلقة بالحراك نفسه ولذا هو أن نقول لهم هذه التراكمات وهذه التجارب السابقة حينما الشعب ينتفع منها من دروسها فينتفع من هذه الأخطاء وهذه الدروس هل تعتقد تمت استفادة من هذه التجارب؟ هناك استفادة تراكمية هناك انتفاع وهناك استفادة كما يقال وهناك لكن كما قلت في بداية حديثي الآن لم تصل إلى الآن إلى النقطة التي يكون عليها أو يعول فعلا إلى لماذا؟ لأن لا تزال العديد من أبناء الشعب العراقي لا يزال للأسف كما ذكر ربما أشار الدكتور قبل قليل أنه هو شخص لكنه لم ينتقل إلى قضية أنه الممارسة للتغيير كما أنه لا ننسى أن العديد من أيضا هناك للأسف اللامبالاة هناك طبقة شريحة كبيرة من الشعب عنده حالة اللامبالاة كما أننا نعلم أن طبقة المنتفعين من عملية سياسية الذين يحرصون على استمرار هذه هي المشكلة الكبيرة وربما أنا أسمح ليختم هذه الفقرة بأنه ربما من أهم النقاط والتجارب السابقة أن الشعب العراقي قد كشف خلال كل تلك الممارسات من التظاهرات على اختلاف تجاربها أن أصحاب العملية السياسية على اختلاف ألوانهم طائفية، مذهبية، قومية هم يتحدون في مواجهة الشعب العراقي فلذا عدم التأملكون عندما يتعلق الأمر بتهديد مشروع عندما يتعلق الأمر بالقضية عند هؤلاء كأنه العملية السياسية المقدسة مقابل الشعب العراقي ومقابل البلد دكتور رافع، ثمت من يتحدث عن أن هناك أو المساهمة الأكبر لهذه التظاهرات أو ما أنجزته أنها قوضت ما كان يتعكز عليه أصحاب العملية السياسية من الشرعية بين قوسين الشرعية الشعبية المتأتية من صناديق الاقتراع هذه كانت المساهمة الأكبر للتظاهرات على اختلاف مراحلها وصولاً إلى التظاهرات في البصرة وطبعاً وما قبل أيضاً هذه قضية المقاطعة الشعبية هل تعتقد فعلاً أن التظاهرات نسفت وقوضت هذه العكازة عكازة الشرعية؟ أستاذ ماجر، عندما تسأل كل قوى العملية السياسية والحكومات التي تعاقبت من عام 2003 لحد الآن تحت مضلة الاحتلال عندما تسألهم ما الذي يهددكم يعني ما الذي تعتقدون أنه يهدد عمليتكم يهدد كراسيكم خارجياً سيقولون مضمون داعم أصلاً الخارجي نعم كقوى ميليشياوية وتحرق مضمونة نعم اقتصادياً سياسياً تأييد دولي كل مضمون، إقليمي مضمون بالجيب لديهم عقدة واحدة كبيرة هي الشعب الداخل غير مضمون نهائياً ولا يمكن أن يكون مضموناً اعتمدوا على هذا الحديث الشرعية شرعية صناديق له نعم الاقتراع هذه لعبة مجة وتافهة ورثر حتى دكتور مع نسبة المشاركة اللي 16-17% يجري الحديث عن شرعية صناديق الاقتراع هم يعتقدون هكذا يعتقدون أن الشرعية بهذه الصناديق يزورون وكذا وهذه الديمقراطية والصناديق الشرعية تأتي من الإنجاز الشعب يبحث عن شرعية الإنجاز يحاسبهم على الإنجاز من فضائل هؤلاء وليس لهم فضائل هم كوارث نعم لكن هذه الكوارث خلت هذا الشعب ينتبه إلى هذه الكارثة اللي عايش به هؤلاء لو عملوا وهم عملاء للأجنبي هم ذيول هم خدم للأجنبي إقليمياً ودولياً لو عملوا أي شيء للشعب العراقي لو قدموا أي شيء كانوا قد تباهوا به وظلوا متمسكين به ويقولوا انقدمنا كذا لكنهم لم يستطعوا أن يقدموا شيئاً فهذا عدم تقديمهم شيء أسقط شرعيتهم التي يتحدثون عنها شرعية الصناديق شرعية الإنجاز الشعب يطالبك ما الذي قدمته لي فطوال هذه 16 سنة الشعب يراقب ويعيش حياته لحظة بلحظة يوم بيوم ويشاهد ويعاني ما تقدمه هؤلاء لم يقدموا شيئاً قدموا دماءاً قدموا خراباً قدموا فساداً قدموا فرقة قدموا تعليماً سيئاً صحة سيئة نظاماً مجتمعياً متهرئاً استقلال غير موجود سيادة غير كاملة كذب ادعاء فوضى في كل شيء أمن مفقود اقتصاد سياسة اقتصادية مفقود هذا الذي يقدموه فبالتالي شرعيتهم اللي يعتمدون عليها سقطت لا يمكن الوثوق بهذه القضية الشعب يعرف أن الشرعية شرعية الإنجاز لذلك يخرج الشعب وهم يعرفون أن يعني الشعب يعرف وهم يعرفون أن من يغير أصول هذه اللعبة هو الشعب فقط لا الذي قادر أن يغير هذه اللعبة قواعد هذه اللعبة اللعبة هذه الدنيئة التي تجري في العراق من عام 2003 لحد الآن من يستطيع تغيير قواعد هذه اللعبة هو الشعب العراقي فقط أما كل القوى لأن قليمياً أنت الآن عندما تسألني تقول ربما تتوقع انقلاباً يعني كل الدول في العالم الثالث كانت هناك انقلابات عسكرية تحدث نعم لانقلاب صفحة الانقلابات طويت انتهت قوى خارجية تدعم العراقيين وتدعم قوى داخلية لكي أبداً لا يحصل هذا كلها متواطئة لديها مشروع في تخريب العراق وتدميره القوى الوحيدة التي يعول عليها في التغيير والتغيير قواعد اللعبية الشعب العراق أشكراً أستاذ نظير بتحدث دكتور رافع انه هذه السلطة الموجودة الآن مطمئنة الخارج يدعمها مطمئنة الى آلة البطش والميليشيات وفرق الموت الموجودة فيها الداخل الاقليم أيضاً يدعمها لم يبقى أمامها الا تهديد الشعب تهديد الحراك الشعبي هل تعتقد انه هذا الحراك خطر مهدد فعلاً للسلطة وفي يوم من الأيام قد السلطة يعني تنهزم أمامها يعني هذا لا جدال فيه يعني الخطر الوحيد على النظام السياسي في العراق هو رفض الشعب لهم بحيث أن يعني هذا الميليشياوي لا تبطش بملايين من الميليشيات ثلاث الموت يشعرون بالرعب من المواطن الذي يأتي يتظاهر وبصدر عاري يعني هذا اللي رأينا من الشباب العراقيين في البصرة وفي بغداد وفي باقي مناطق العراق هذا الميليشيوي زعيم ميليشي أبو الفضل العباس أوسل خفاجي أوسل خفاجي الذي يعتقل قبل أيام قالها بصراحة وفضح النظام السياسي الذي ينتمي له وقال نحن نخشى من الناس لشدة رفضهم لنا بأن يأتي أمريكا ويصطفون معها ضدنا وهذا دليل على أنه هناك انعدام ثقة ما بين السلطة وما بين الشعب وهم يدركون بأنهم مرفوضون من قبل الشعب يعني هذا الذي يعني والآن هم يشعرون برعب من أن يتجدد الحراك مرة ثانية ولا ربما يقتلعهم لكن أنا يعني ما أنصح به شبابنا يعني العراقيين أن لا يقعوا في الفخاخ التي يقوم النظام فيها من ضمن هذه الفخاخ أن يجعلوا التظاهرات عسكرة هذه التظاهرات هم يريدون خطأ واحد من هؤلاء المتظاهرين بأن أحدهم يرفع سلاح ضد قوة الأمن لكي يبطشوا بالجميع هذا ما حاولوا في ساحات الاعتصام عندما اتهموهم بأن داعش ضمنهم وقاموا بتصفية القوة وهذا ما عملت علي كل الأنظمة التي شهدت أيضا تظاهرات سلمية عسكرة المجتمع وما حدث في سوريا وما حدث في ليبيا الشيء الآخر هذا التظاهر يجب أن يرتفع إلى مرحلة أخرى التي تسمى بالعصيان المدني العصيان المدني يجب على المواطن سواء كان موظف في الدولة أن يدرك أن خلاصه من إسناد لهذه التظاهرات من خلال العصيان المدني وشل الأجهزة الأمنية وشل أجهزة الدولة من العمل هذا سيهدد النظام بشكل قوي هذا ما أريد أن أركز على نقطة أخيرة وهي أن لا تنتقل العدوى إلينا من النظام السياسي إلى الشعب الآن النظام السياسي عبارة عن نظام محاصف سيطائفي وكل يدعي بهذا سني وهذا شيعي وهذا كردي لكن الشعب العراقي يجب أن يكون أشوى عراقي لذلك الظلم الذي يزال عن طائفة معينة أو مكون معين لا يمكن إزالة النظام إلا بإزالة الظلم عن جميع مكونات الشعب العراقي دكتور عبد الحميد النظام إذن لم يتبقى في مواجهة مفتوحة مع الشعب عدوه الوحيد هو الشعب كما ذكر دكتور رافع وأستاذ نظير هل تعتقد أنه آلة البطش والميليشيات المدججة بمختلف أنواع الأسلحة وعدم التورع طبعا سوفك ديما ستكون منقذ له من قبضة الجماهير في لحظة ما؟ لا بالتأكيد يعني هي ورغم أنه يعول عليها وتعول عليها جميع الأنظمة الاستبدادية لكنها هي في المحصلة النهائية هي ستكون وقود لتصاعد هذه الثورة إذا ما تزايد وعيه الشعب وسأل نفسه أنه ماذا جنى من وراء هذا النظام طيلة السنوات الماضية وإلى أي درجة الآن السوء هل السوء يتزداد أم يتراجع هل حال الشعب العراقي اليوم في حالة أحسن من الماضي أم في حالة أسوأ وما هي الحلول أو ما هي الممارسات التي مارسها هذا الشعب العراقي تجاه هذا النظام وأين وصل هذا التغيير هل تم التغيير فعلا بتغيير بعض الوجوه وتبادل أدوار رئاسة الوزراء وبعض الوزراء أم هل تم التغيير بناء على الوعود التي أطلقتها أم العملية الصناديق الانتخابات وغيرها لا بد أنه نصل إلى نتيجة أنه الشعب جميعا تتصاعد وطيرة هذه الأسئلة عنده وينتقل من السؤال إلى قيام بدوره في واجب التغيير شكرا لدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وشكرا لأستاذ نظير القندوري الكاتب الباحث السياسي كان معنا في هذه الحلقة التي ناقشت دور الجماهير في معادرة التغيير في العراق نتوقف قليلا ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي لنستمع منه إلى خلاصة النقاش في هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر على تردد 1-2-3-80 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت دكتور إذن خلال المرحلة 16 سنة الماضية كان هناك استنزاف كبير للعراق الدولة والمجتمع من خلال تجربة أيضا تعذر الإصلاح أو التقويم مستحيل على الرغم من الوعود الكبيرة وبالتالي لا بد من أن التغيير يقاد بيد الشعب وإن لم يحدث هذا فلن يكون هناك تغيير والبلد يسير نحو مزيد من الهاوية حقيقة في حديثنا في هذه الطاولة المباركة وصلنا إلى جملة نقاط من هذه النقاط الأساسية التي يجب أن تكون شعارا لنا كنا كعراقيين في المرحلة القادمة من الآن لحين تحقيق النصر هي أن التغيير لم يعد خيارا صار أصبح حتما ما عاد خيارا نهائيا الآن صار حالة حتمية يجب أن حتمية وجودية نعم أنت أمام مواجهة يعني أمان تقبل بالأمان تقبل وتقبل بالحياة وتمضي في حياتك أو تخرج يعني من هذه الحياة النقطة الثانية أن التغيير ليس تهديدا للحياة بل صناعا للحياة بل دعما للحياة ليس مثل ما يقولون هذا تهديد للحياة تهديد النظام ستعيدونها للفوضى ستعيدونها للمربع الأول ليس هناك أسوأ مما هو عليه الآن العراق إذن الانتقال إلى أي مرحلة أخرى بالتغيير ستكون أفضل بكثير من هذه المرحلة النقطة الثالثة الاستبداد والظلم لا يوقف التغيير بالعكس قد يسرعه وبالتأكيد قد يسرعه قد يجعله أكثر حاجة وأكثر تصميم على المضي في طريقة استخدام القوة استخدام السلاح استخدام البطش هذا لن يؤثر على التغيير التغيير ماضي في طريقة هذا لن يعيق التغيير مهما كانت القوة خاصة أن شروط التغيير على الجانبين في الجانب السياسي متعلق والعمل السياسي في مرحلة من التعفن والتفسخ لا بد من التغيير وأيضا هناك مرحلة من تنامي الوعي والاتفاف حول مطالب وطنية ليس الأمر كما كان قبل سنين نعم الآن وهذا أيضا من الشعارات التي فرصة قد انتهت نعم وعود يعني ما عاد الشعب يستطيع أن يسمع وعودا جديدة 16 سنة يعيدونه كذبا وادعاء وبالتالي كلها طلعت كذبة كبيرة وكذبة وصخة والشعب عليها أن يحاسبهم الآن ووجوده واستمراره في الحياة مرهوم بالتغيير والتغيير فقط أشكرك دكتور نلتق إن شاء الله فيها الأسبوع القادم شكرا جزيلا شكرا جزيلا